اشتركوا في القناة والسيد باتريس بيرجاميني النائب الاول لرئيس الشركة الفرنسية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي صرح بان الرئيس التنفيذي للشركة اطلع السيد الرئيس على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر مشيدا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين ومؤكدا اهتمام الشركة بتوسيع اطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل في مصر في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية من جانبه اثناء السيد الرئيس على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الاصعضة وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ الى مراكز للتجارة والخدمات وذلك في اطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر